كفريق قوي كفريق منافس على بطول كان أول تغيير بالنسبة لكابتان أحمد سامي هو نزول إسلام جمالة لحسب مصطفى فتحي فيه دب بين الشوطين خاصة للإصابة يعني هل تغير شكل سموحها كابتان بعد خروج مصطفى فتحي؟ يعني مصطفى طبعا هارد لاك طبعا كنا نتمنى أنه يكمل خصوصا أنه جاب جون حلو قوي وفيه زكاء كبير دي كرة اللي احنا كنا طلبينها من الأول لو قفنا هنا بقى هنا لازم حسام حسن بدل ما ييجي ياخدها ويلف يبقى هو عايز يفنشها يعمل سكرين أو يعمل سطارة لأحمد عبدالقادر اللي جاء من وراء يعني لو رجعنا بس سنة لازم حسام حسن أيها كمل كمل بس هنا بس هنا بس هنا حسام بدل ما يروح على الكرة يروح على المدافع بتاع بيرامز اللي هو علي جبر يقف بحيث أنه يحمي أحمد عبدالقادر ويخل أحمد هو اللي يحط ببطن الرجل في أي حتة جون لكن طبعا حسام بحسط طبعا المهاجمين عرفش يا زيزو أنت ساعات بتبقوا قانانين قوي صراحة يعني حاجة يعني من الحاجات اللي سهلة قوي المهاجم ساعات يبصوا في الكرة يبقى مش عايز يسيبها حتى والموقف واضح حسام هنا جاية وراك وخلاص صعب قوي أنك توقفها والراجل جاي بوشه وتضيع هجمة سهلة أنا شايف أن سموحة معقول أنه هو ياخد نقطة تعادل وإن كان يقدر يخطف النهاردة المباراة بالعكس كانت هترجعه بشكل كبير جدا وترجع الكابتن أحمد سامي وترجع الثقة للفرقة يعني مكسب ومكسب بيرامدز وكان هيتحط في مكان كويس قوي وكانت الدنيا تهدى عليه شوي لكن بيرامدز بقى هو اللي لغز بيرامدز خلاص يعني كده فارق بينه وبين الأهل الأول سبع نقاط وفارق بينه وبين لو الزمالك كسب المباراة المؤجلة له هيبقى تسع نقاط أنت بتتكلم في حوالي ثلاث مباريات فرق ثلاث مباريات بالنسبة للفرقة الكبيرة والكلام ده أقول ناس سنة اللي فاتت نعم المسألة هتبقى صعبة فلو أنت بتدور على دوري لأ أنت بتبعد بقى عن الدوري هتروح في حتة تانية تبتدي تدور على التاني تبتدي تدور على الرابع والموتش الجاي أصلا هيلعبه الأهل والموتش الجاي طبعا يعني مواجهة مباشرة